مساء الخير معاكم دكتورة إيريني أخصائية طب الفم والأسنان الفترة دي احنا عاديين في البيت خايفين ننزل لدكتور الأسنان ودكتور الأسنان خايف ينزل وبيشتغل للطوارئ بس في الحلقة دي هساعدكم ازاي نهتم بسناننا في الفترة دي وازاي نقلل زيارتنا للدكتور الأسنان واخترت الحلقة الأولى التهابات اللاثة ازاي اعرف ان عندي التهابات اللاثة ايه هي العلامات وازاي احاول اعالجها في البيت لو هي بسيطة ومش محتاجة زيارة دكتور الأسنان للطوارئ اول حاجة علامات التهابات اللاثة او التغيرات اللي بتحصل في اللاثة بسبب الالتهاب اول حاجة ممكن مش تازم كلهم بس ممكن يكون بعض منهم انا بحس بيه اول حاجة بيبقى فيه نزيف اه في اللاثة اه اثناء ما انا بدعك سناني او بفراشها بيبقى فيه اه نزيف او دم بينزل اه اه لو لمستها او خبطها خبطة صغيرة بتنزل دم واثناء فيه حالات بتبقى اصعب من كده ان ممكن لما انام اصحى الصبحe علمخب ده الاقي نقاط ممكن الاقي اللاثة een اورمة متورمة فيها اديمة محوشة مية بتبقى عاملة زي البالونة منفوخة بتلمع مشدودة وبتلمع زي البالونة ممكن ألاقيها المفروض اللاسة الطبيعية بتبقى لونها بينك بينك خفيف روز لا ممكن ألاقيها حمرة ممكن ألاقي لونها أحمر ولاقي الفستونز اللي بين الأسنان ألاقيها زي خط أحمر جامد ممكن ألاقي ريحة مش حلوة في أسناني أو في بؤي ريحة مش زي مش الطبيعية في تغيير في الريحة حاجات كتير بتدل على عندي التهابات في اللاسة طيب عرفت العلامات وعرفت أن أنا عندي التهاب في اللاسة أسبابه أسباب التهابات اللاسة كتير ممكن تكون أسباب عضوية في جسمي أنا بشتكي من حاجات عضوية بتعمل التهابات في اللاسة ممكن يكون باخد أدوية معينة بتعمل التهابات في اللاسة ممكن يكون في فترة الحمل والرضاعة وكلام ده بيعمل برضو التهابات في اللاسة مع بعض السيدات احنا هنتكلم على النهاردة لو السبب موضعي يعني السبب فبقي انا سبب ان انا باهمل مثلا في نظافة اسناني باهمل في الفلوسينج باهمل في الاستخدام المضمضة من فترة على فترات فبيحصل التهاب في اللاسة طيب ازاي احاول اعالج التهاب اللاسة في البيت لو انا مش هقدر في الفترة دي اروح لدكتور الاسنان او دكتور الاسنان مش قادر يستقبل غير حالات الطوارئ اول حاجة هاهتم باني ادعك سناني كويس قوي الفرشة هدعك سناني بالنسبة للتهابات اللاسة انا بفضل مرتين في اليوم علش عندنا التهاب في اللاسة هنفرش تلات مرات في اليوم تلات مرات في اليوم واهم حاجة قبل النوم الفرشة فرشة ميديم مش لازم تكون فرشة غالية ولا فرشة من الحاجات الغالية قوي لا فرشة انا بكلم كل طبقات الناس يبقى نستخدم اي فرشة الفرشة اللي بجنيه او باتنين جنيه ممكن استخدمها المهم تكون فرشة ميديم وسط للحالات الطبيعية لا هارد للنشفة ولا للسوفت الطرية هنستخدم فرشة ميديم عادية جدا معجون اي نوع معجون انت بتفضله ما فيش مشكلة خالص يانا اهمني الحركة الميكانيكية تنظيف بنضف يهمني اكتر الحركة الميكانيكية افرش الاسنان اللي فوق من فوق لتحت كايني بفرشها كده كايني بسرح اللسم من تحت السنان اللي تحت من تحت لفوق السطح الطاحن ممكن اعمله كده عادي ما فيش مشكلة انساش السطح اللي هنا والسطح اللي هنا باختصار بنضف كل الاسطح ومنساش ولا السطح وبدي حقه في الدعكة كويس مش معنف بس بديله حقه بنضف سناني وبعدها ممكن اعمل الفلوسينج او الفلوسينج يستحسن قبل التفريش كمان قبل ما فرق بعمل السناني بالفرشة اكون بعمل الفلوسينج الاول الفلوسينج بجيب الفلوس او الخيط الطبي بعمل بين سناني كلها بالفلوس ومنساش ولا سنة واعمل باهتمام واخد وقتي بعد كده بدعك سناني بالطريقة اللي احنا قلناها بعد كده لو عندي مضمضة ضروري اه لو ما عنديش مضمضة اشتري مضمضة في الفترة دي عندي التحاب لسا انا لازم انزل الصيدلية اشتري مضمضة انهي مضمضة هشتري مضمضة طبية من الصيدلية اقول للصيدلية انا عايزة مضمضة فيها مادة الكلورهيكسيدين كلورهيكسيدين ده فعال جدا في التهابات اللاثة موجود في مصر الحاجات الكوميرشل هي الحاجات اللي موجودة في الصيدلية الاسامي التجارية زي الهيكسيتول والانتيسبتول استخدمها ثلاث مرات في اليوم حاجة تانية فعالة جدا في التهاب اللاثة مضمضة بمية دافية وملح هجيب كوباية مية نص كوباية مية دافية مش سخنة ومش بردة فترة دافية وهحط نص معلقة ملح ناعم وهقلب كويس جدا وهمضمض بيها تلات لأربع مرات في اليوم وفيش مشكلة المية وملح مش هتدور لو كترت عن تلات مرات مش مشكلة طالما مش حطة الملح باعتدال همضمض بيها وقدي حقي للمضمضة مش أمضمض تكتك وأمتف لا هنسب المضمضة وقت طويل على قد ما أقدر استحمل وقت كويس تاخد حقها بمضمض كويس وتفر وبالنسبة للمضمضة اللي هشتريها من الصيدلية ممكن أخففها حاجة بسيطة لو أنا بتعب أو مش بقدر استحمل الطعم الجامد بتاع المضمضة وبرضو هدي وقتها وهديها حقها في المضمضة لو أنا حاسس إن الالتهاب اللاسة عندي شديد شوية ممكن أطلب من الصيدلية أشتري مضادات الالتهاب من الصيدلية أنزل الصيدلية أقول له عايزة مضاد الالتهاب مثلا زي الفنترن أخذ رأس الفنترن ممكن ممكن أستعين بفلاجيل كمان الناس اللي ما عندها أنا بتكلم على بنصح طالما دخلنا في كابسولات أو تابلت أقراص يبقى أنا بكلم الناس اللي صحتها سليمة الناس العادية خالص الناس اللي ما بتستخدمش أي أدوية تانية أو يحصل أي تفاعلات أو أي حاجة أنا واحد صحتي سليمة بنزل ممكن أطلب الفنترن ممكن أطلب معه فلاجيل فلاجيل تلتمية تركيزه تلتمية وباخده ثلاث مرات في اليوم يعني كل ثمان ساعات لو أنا ما عنديش مشاكل في الهضم أو في الجهاز الهضمي أو في المشاكل في المعدة لأن الفلاجيل شوية ممكن يعمل مع بعض الناس شوية مشاكل بيعمل شوية مشاكل في المعدة يعني مش كل الناس بتستحمله لكن هو أصلا الفلاجيل برضو ونستغربش أن أنا بنصح بالفلاجيل في الأسنان الفلاجيل بيستخدم آه لعلاج مشاكل المعاوية والنزلة المعاوية والحاجات دي زي ما قولك أنا باكل أكلة مشاكك فيها ولا خايف منها أخد فلاجيل آه بنستخدمه برضو للأسنان مجموعة العلاج دوت هستمر عليه من خمس تيام لأسبوع المضمضة الفلوس الميا دافية أو الملح الفلاجيل الألف انترن كل دول هستخدمه من خمس تيام لأسبوع بانتظام آه بعديها هتدي أحس بتحسن طبعا لو ما حسيتش بتحسن هيبقى محتاج أروح لدكتور الأسنان طبعا آه لكن لو الالتهابات بسيطة زي ما قولنا بنحاول نعليجها في البيت ونتجنى بالفترة دي إن إحنا نروح لدكتور الأسنان غير في الطوارد الحالة لو أشد دكتور الأسنان بيعمل جلسات تنظيف الجير بيشيل الجير فوق اللثة وتحت اللثة إحنا بس هنأجل الجلسة دي لغاية لما آآ آآ أقدر أروح لدكتور الأسنان في الفترة دي بس أتعدي لكن بعد كده بحتاج أن أنا أروح لدكتور الأسنان أعمل تشيك أب وأشيل الجير آآ آآ في سناني وبيعملي تنظيف جير وكحت لللثة وتلميع بالنسبة للالتهابات اللثة زي ما تكلمنا آآ آآ بيبقى ممكن بعد كده هعمل يعني هعمل فيديوهات تانية إزاي آآ آآ أبتجي بعد ما الالتهابات راحت آآ لو حابب بقى بعد ما شيل الجير أحب ألمع أسناني كل الكلام ده هنعمله حلقات منفاصلة أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة وهحاول نزلكم حلقات تانية آآ في مواضيع منفصلة آآ إزاي نهتم بأسناننا برضو في فترة الحظرة أو الفترة اللي احنا عاديين فيها آآ مع السلامة